تدهور اجتماعي كبير يعيشه الشعب الأفغاني بعد سيطرة طالبان على مقاليد السلطة في البلاد ما دفع عدة بلدان لتقديم مساعدات دولية وعقد اجتماع أممي تضامنا مع الشعب الأفغاني التقرير لأميرة بن جدة طوابير أمام البنوك الأفغانية ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية تدهور الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الفوضى التي تشهدها البلاد فقمت من حدتها موجة جفاف تقول الأمم المتحدة أنها تهدد الملايين بالمجاعة في ظل عزلة الدولة وعجز وكالات الإغاثة عن توفير الغذاء هذا لك فإن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا جمدت احتياط أفغانستان من العملة الصعبة كي لا تستخدمها حركة طالبان لأنها لا تحترف بطالبان كحكومة شرعية في أفغانستان من أجل ذلك حذرت منظمة الأغذية والزراعة العالمية من أن المجاعة تهدد نحو 14 مليون مواطنا أفغاني ولذلك تقرر عقد اجتماع دولي تحت إشراف الولايات المتحدة هذا الشهر لتقديم مساعدات إنسانية تضامنا مع الشعب الأفغاني تزويد أفغانستان بمواد غذائية ومواد صحية عاجلة لمواجهة الموقف الإنساني المتردي في أفغانستان ولكن هذا الأمر أيضا عليه علامة السفام لأنه في السابق سبق وأن وعدت الدول المانحة بتزويد أفغانستان بمليارات الدولارات ولكنها لم تقدم شيئا وبقى قرارها عبارة عن حبر على ورق بين توترات واضطرابات أمنية ترافقها فوضات عمو أفغانستان وترد اقتصادي حاد يواجه الشعب الأفغاني مرحلة صعبة لن تتجاوزها الدولة إلا بانتقال البلاد نحو استقرار سياسي ينعاكس على الاستقرار الاقتصادي